طيب من الحاجات المهمة أثناء وجودك مع الاتحاد المصري لكرة القدم وبعد رحيلك الناس تسأل ماذا فعل نيلو في إنجادة كمدير فني الاتحاد الكرة المصري أثناء توليه هذه المهمة إيه الأشياء اللي انت ممكن دلوقتي تقول أنا أنجزتها قبل رحيلي من الاتحاد المصري ومن كرة القدم المصرية خلال الفترة المضاية عشان تبقى الأمور واضحة لكل الناس خليني أقول لك على حاجة أنا قلت أكتر من مرة أنا سبت للاتحاد السنادي طبعا أنا اتكلمت كتير مع كابتن بركات وكابتن حازم إمام ورئيس الاتحاد أنا مش الشخص الكل شوية أتكلم عن الحاجات اللي أنا بعملها أنا مش أنا الشخص اللي هتكلم عن إنجازاتي أنا طبعا كنت شغال جدا وكنت بعمل كثير من الأعمال طبعا أنا كنت شغال شغال كبير كنت بحاول أعمل اتصالات ما بين كل المنتخبات ما بين المنتخبات الشباب ومنتخب والاتحاد وطبعا حاجة من الحاجات اللي أنا لازم أتكلم عنها إن المدربين في بعض المدربين نوافه ودلوقتي هم رجعوا يشغلوا بعض المدربين وطبعا إنت لو سألت كابتن حازم وكابتن بركات وطبعا كابتن أحمد مجاهد لما أنا كنت شغال أنا كنت كل يوم بروح الاتحاد وبشتغل بس أنا مش الشخص اللي بيتكلم للتلفزيون وأقول أنا بعمل وهكذا بس طبعا في وقت أنا كان لازم أقف وأقول إن أنا كنت بعمل وبعمل كثير من الأشياء بس أنا ممكن أتكلم وأقول أنا بعمل حاجة كثير جدا بس أنا ما بعملش حاجة خالص بس أنا ممكن أكون شغال وما أقولش إن أنا شغال وده مش دايما هو الوضع اللي بيمشي في مصر بس طبعا بالنسبة لي أنا من الأشخاص اللي ما بيكلمونش عن شغلهم دايما أنا بشتغل وبعمل شغلي بس أنا طبعا كنت بروح للاتحاد كل يوم أنا طبعا كنت بدعم كل العاملين في الاتحاد كابتن حاتم كابتن وهبة كابتن جابر كابتن عبد الفتاح المدربين للكرة النسائية هذه الأشخاص هم اللي عارفين إيه الحاجات اللي عملتها وطبعا في المستقبل أكيد هم ممكن يطوروا من الشغل اللي عملتها طيب أنا مش هسألك خلاص السؤال بشكل عام واحترم جدا وجهة نظرك ولكن تحديدا في أي اتحاد في العالم لما يحبوا يتطوروا كرة القدم ينظرون دائما إلى قطاعات الناشئين هل أنت وانت موجود في مصر كنت راضي عن قطاعات الناشئين في الكرة المصرية هل كنت راضي عن الموهبة المصرية في كرة القدم ولا ما كانش عندك رضا وكنت شغالة على تطورها أولا دلوقتي مصر بتحضر منتخبات الشباب اللي هم هيكونوا ظهرين في كاس العالم 2023 كابتن محمود وفي 2006 كابتن محمد واهبة في فرقة 2006 كابتن محمد واهبة طبعا المتخبين محمد جابر ومحمد طبعا دول من المتخبات القوية جدا وهم دايما بيتابع اللعيبة حتى أنا لما أنا كنت موجود أنا كنت دايما شغال بدعمهم ودايما بدعم قراراتهم وأنا أظن أن الشباب كلهم في حوالي من خمس لست سنوات ممكن يبقى في من حوالي خمس لست لعيبة في المنتخب الأول المصري فطبعا أنا أقول أن أنا طبعا اشتغلت كتير جدا علشان أجهز المنتخبات داي وطبعا أظن أن هما بيطوروا وهم ممكن يمشوا في الطريق المزبوط وهم يمشوا بالسرعة المزبوطة لأن في مدربين أقوية جدا وأنا أظن أنا كتبت الكلام دوت في الريبورت بتاعي في الأوراق اللي أنا قدمتها للاتحاد إن لو هم حطوا الأشياء الصحيحة للمنتخبات الشباب هم ممكن يوصلوا لمراحل متقدمة جدا المنتخب 2001 ممكن يوصلوا للأولمبياد من ساعة ما كوتش شوقي غريب ساب الاتحاد عمر ما المنتخب دوات وصل لأنه يعمل يعمل متدريب جماعي ما وصلوش لأي مرحلة مهمة بالنسبة للمنتخب ده علشان يوصلوا لباريس 2024 فطبعا في بعض الأوقات إن كان في خطة صريحة للمنتخبات داتة في الوقت الحالي حاجة أنا مقدرش أتحكم فيها وطبعا دلوقتي في في دلوقتي في بطولة البحر المتوسط في الجزائر طبعا أنا بتفرج عليها لأن إيطاليا والبرتغال وأسبانيا والجزائر ومصر كانت لازم لازم تكون من المنتخبات اللي ظهرها في البطولة ديت ترجمة نانسي قنقر